لاحظ في بشارة متى يعني في الإصحاح الأخير أو الأمور قبل ما يختم بيتكلم عن مفارقات ومقارنات بيتكلم عن الباب الضيق وعن الباب الواسع بقول ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونهم ثم يتكلم عن الشجرة والثمر الشجرة الجيدة والشجرة الردية ثم يتكلم عن الأنبياء يعني بيتكلم من ثمارهم تعرفون الأنبياء الكذبة المزيفين والأنبياء الحقيقيين الامتحان هو الثمر بعدين بيجي إلى شيء خطير جدا ويمكن اللي بيختم في هذا المثال بقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين نرجع للأنبياء الكذبة يعني الأوهام والتزيف وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح وانهون عاوز ألفة الانتباه للكلم اللي بيستخدمها الرب يسوع فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط واحد الأخطر نمرة اتنين الأخطر اذهبوا عني يا فاعلي الإثم فاعلي الإثم يعني مش مزحة يعني مش بيتكلم واحد سمع ويمكن نسي ولا تناس ولا بيتكلم مع صدق الإصرار ليس كل من يقول يا رب يا رب بعدين بقول على طول بيجيب المثل نمرة أربعة فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل